اهلا بالمتابعين الكرام في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفرق ما بين الكعبة والحرم ووصلنا لنتيجة مفادها أن بناء قبة صخرة على شكل دائري له تماني أضلاع أكتاجون تلاتي الأبعاد فهو يمثل تماما شكل الكعبة الحقيقية التي تتماشى مع معنى عبارة كواعب أطرابة وكعب الرجل بينما الشكل الهندسي الموجود في مكة المسمات كعبة فهو مربع الشكل وتلاتي الأبعاد يمثل الحرم لحرمته وعدم دخوله إلا بشروط صارمة والنتيجة تتلخص في عبارتين حرم مكة أو الحرم المكي وكعبة صخرة المقدس أو قبة الصخرة وبما أن السؤال هو ما الفرق ما بين الكعبة والحرم فقد جاء في إطار الوقوف على تاريخية مكة الحالية وقلنا بأن مكة لم نجد لها أي ذكر قبل القرن الثاني الهجري في أي كتابات المؤرخين والرحالة والمبشرين والتجار والقادة العسكريين مرورا عبر سلسلة من المؤرخين والعسكريين الذين زاروا بلاد العرب أو كتبوا عنها منذ القرن الخامس قبل الميلاد مع المؤرخ اليوناني هيرودوتس إلى القرن السابع الميلادي عصر ظهور الإسلام مع المؤرخ الأرميني سيبيوس ورأينا كذلك أين تقع مكورابا التي ذكرها بطليموس الإسكنداري وحدد موقعها بين مدينة جزان سونتوس أقصى الجنوب الغربي للسعودية ومدينة لحيا تيب داخل الحدود اليمنية أي الموقع الذي ذكره بطليموس بعيدا عن مكة بأكثر من 700 كيلومتر والنتيجة النهائية أنه لا ذكر لمكة عند هؤلاء المؤرخين الذين وصفوا لنا بلاد العرب وقبائلها ومعتقداتها وعاداتها وتقاليدها نعم ذكرت مدينة ياثرب المدينة المنورة بالاسم لاتريبا في منطقة أرابيا ديزيرتا وليس هناك أي إشكالية في تاريخيتها قبل الإسلام وقد طرحنا سؤالا مهما وهو ألا يوجد في التاريخ رحالة أو مبشر أو مؤرخ أو قائد عسكري ذكر مكة من قريب أو بعيد وتركنا الجواب لأهل الاختصاص في مادة التاريخ المبكر للإسلام وكذلك لأصحاب العقيدة بتاريخية مكة قبل الإسلام ولكن السؤال الملح لنا كمشككين في الرواية الإسلامية التي ولدت في بدايات العصر العباسي أين ولد الرسول محمد بن عبد الله وأين عاش نصف قرن من حياته قبل ما يسمى بالهجرة في ضل غياب مكة عن الخريطة الجغرافية للعالم القديم فأقدم ذكر لمكة في التاريخ بعد مخطوطات القرآن القديمة جاء في منتصف القرن الثامن الميلادي في خلافة أحد أبناء الوليد بن عبد الملك وذلك في الحولية البيزنطية العربية ما بين 741 إلى 754 ميلادية ولا نعرف من هو كاتب هذه الحولية لكنه ذكر معلومات جد مهمة تخص أخبار ثلاث مناطق وهي إسبانيا بنسبة 9% يوثق فيها باختصار سلسلة من الحكام القطيين في شبل جزيرة الإبرية ابتداء من القرن السابع الميلادي إلى منتصفه ثم بيزنطة وسلسلة الأباطرة الروم البيزنطيين بنسبة 29% ثم سلسلة حكام السرسين بين قوسين العرب ابتداء من محمد إلى أحد أحفاد عبد الملك بن مروان بنسبة 62% واهتمام الكاتب بذكر الحكام القطيين باختصار وتسمية العرب بالسرسين يظهر أنه من أصل إسباني وقد ذكر معلومات خطيرة وثق لوجود محمد التاريخي وبعده الخلفاء الثلاث أبو بكر وعمر وعثمان ولكنه لم يذكر علي بن أبي طالب وكأنه لم يكن موجودا وهذا يخالف الحولية المارونية التي ذكرت أبو تراب وهو علي بن أبي طالب ويخالف كذلك دخول محمد نبي العرب لأرض فلسطين سنة 634 ميلادية وهنا يبرز لغز محير فهل نصدق الحولية الأولى وشهود العيان كما جاء في دكتورينا جاكوبي أو نصدق هذه الحولية التي كتبت في منتصف القرن الثامن الميلادي وأهم ما جاء في هذه الحولية أنها تذكر موقع مكة الجغرافي وتحددها ما بين مدينة أور كالدان وبلاد ما بين النهرين ولا نعرف لماذا هذا الموقع بالضبط فهل تأثر الكاتب بما جاء بالقرآن في الآيتين 125 من سورة البقرة والآية 96 من آل عمران التي تقول إنها أي مكة مقام إبراهيم وبهذا يفترض أن القرآن قد وصل كاملا إلى إسبانيا في تلك الفترة أي منتصف القرن الثامن الميلادي أو بالفعل كان موقع مكة الجغرافي بالعراق في تلك الفترة وما يعزز هذا الطرح الأخير وجود شهادة أخرى في رسالة وجواب في عصر بطريارك الكنيسة الشرقية يشوعهيب الثالث الذي توفي سنة 659 ميلادية الرسالة الأولى منه إلى شمعون مطران روار داشير مقاطعة فارس تضم كذلك عددا من الأبراشيات في شمال شبه الجزيرة العربية الذي رفض طاعة ليشوع عهيب الثالث وأراد الانفصال عنه بعد أن رسمه جثليقا بين قوسين أي مشرف على الأسقفيات تقول الرسالة الهراطق يخدعونكم بين قوسين عندما يقولون إن الأمور التي تحدث وقعت بأمر من العرب وهذا بالتأكيد ليس هو الحال هؤلاء الطيايا المهاجرين بين قوسين العرب لا يساعد الذين يقولون إن الله رب الجميع قد تألم ومات وإذا ساعدوهم بالصدفة لأي سبب من الأسباب يمكنك أن تبلغ المهاجرين وتحاول أن تقنع بهذا الأمر كما ينبغي لو أنت مهتم به على الإطلاق لهذا فاصنع كل شيء بحكمة يا أخي أعطوا ما للقيصر للقيصر وما لله لله فرد عليه شمعون برسالة تقول أنتم فقط من دون جميع شعوب الأرض أصبحتم منعزلون عن الجميع وبسبب هذه العزلة انتشر بسهولة تأثير الخطأ الحالي بينكم لأن الذي أغواكم واقتلع كنائسكم قد شهد بيننا لأول مرة بالقرب من منطقة رادان حيث الأحناف أكثر عددا من المسيحيين ومع ذلك بسبب السلوك الجدير بالتناء للمسيحيين في عدم تضليل الغاوي لهؤلاء الأحناف بل تم طرده بالعار من هناك ليس فقط أنه فشل في اقتلاع الكنائس من جذورها بل هو أيضا تم استئصاله ومع ذلك استقبلته منطقتكم من بلاد فارس وفعل مع الأحناف والمسيحيين كما شاء بطاعة ورضى الأحناف وعدم فعالية المسيحيين وصمتهم أما بالنسبة للعرب الذين منحهم الله في هذا الوقت السلطان أو السلطة على العالم فأنتم تعلمون جيدا كيف يتصرفون تجاهنا ليس لأنهم لا يعارضون المسيحية فقط ولكنهم يمدحون عقيدتنا ويحترموا القديسين والرهبان ويساعدون الكنائس والأدير ولماذا إذن يرفض مروانيكم إيمانهم بين قوسين العرب بدريعة إيمانهم بين قوسين أتباع الغاوي في حين اعترف أهل مرو أنفسهم بأن العرب لم يجبروهم على التخلي عن عقيدتهم بل طلبوا منه فقط التخلي عن نصف ممتلكاتهم في مقابل الاحتفاظ بإيمانهم لكنهم تركوا إيمانهم الذي هو باقي لهم واحتفظوا بنصف تروتهم الزائلة نكتفي بهذا القدر ونكبل الموضوع في الحلقة القادمة لنعرف هوية الغاوي وهل مكة كانت فعلا في العراق وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر